أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم اثنين أب القمر طبعا ما زال موجود في برج الثور وبدو ينتقل اليوم لبرج الجوزة هو الآن موجود في منزلة الهقعة وحكينا أن هذه المنزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع كاستخراج السموم والأسحار وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد رح يمكت القمر فيها لغاية الساعة خمسة وتقريبا 29 دقيقة ما بعد العصر من عصر يوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول وبما أن القمر موجود ما زال في برج الثور ورح يظل لغاية ساعات الصباح فبتظل تأثيرات القمر في برج الثور بتأثر علينا على جميع الأبراج فمنشعر بالحذر أكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مادياً وأن لا نفكر في اختراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع بالبيت أو بمناسبة عائلية وبرضو ممكن اجتماع عائلي أو مشاهدة التلفاز مثلاً أو سهرة عائلية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً في عنا زاويتين فلكيات ما قبل خلو المسار الأولى بطيئة وهي لها فترة تقريباً قائمة يعني لها أكم يوم هي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي رح تكون ذروتها ساعة 6 و14 دقيقة صباحاً عادةً هاي الزاوية هي بتكون ممتزجة بين سلبية وإيجابية ولكن بسبب تراجع زحل واحد اثنين زحل نفسه بشكل زاوية تربيع مع أورانوس فعشان هيك مالت للسلبية أكثر فعشان هيك هاي الزاوية بتخلق مصاعب وعراقيل بتحتاج منا بذل الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون ذروتها الساعة 47 و40 دقيقة صباحاً وهي آخر زاوية بعدها بصير خلو المسار طبعاً دلالة هاي الزاوية أنه يجب توخي الحذر ممن حولنا أو من الأشخاص اللي بيحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني بمعنى آخر خلو المسار بيبدأ الساعة 47 و40 دقيقة صباحاً وبيستمر حتى تمام الساعة 48 و46 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيج هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء للبدء يعني إذا كنت ناوي على شيء ما قبلها وإجا وقت خلو المسار اعملوا أو كنت ناوي على شيء وتحدد لك موعد في موعد خلو المسار اعملوا طبعاً هي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 48 و46 دقيقة صباحاً القمر خلاص بيكون انتقل وأصبح في الجوزة فعشان هيك تبدأ تأثيرات برج الجوزة تأثر علينا ككل في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضاً الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي طبعاً بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد خلو المسار هي زاوية وحيدة طبعاً هو ما في زاوية كثير أساساً لما القمر بيصير بالجوزاء فاليوم يعني هي في زاوية ويوم غداً في زاوية فهاي زاوية زاوية التربية سلبية بين القمر وبين المريخ رح تكون في تمام الساعة واحدة وثلاثين دقيقة بعد الظهر ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفياً بثور ثورة عارمة من الغضب بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في الجوزاء فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأربعة أربعة ثمانية بيبدأ في تمام الساعة سبعة وسبعة وثلاثين دقيقة مساءاً وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وست عشر دقيقة مساءاً لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال أربعة وعشرين يوم في تمام الساعة عشر وسبعة عشر دقيقة مساءاً بيصبح خمس وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصغير ثلاثين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية اليوم مزاجها سعيد بنسبة عشر في المية القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء ورح يمكث في الجوزاء لغاية يوم أربعة ثمانية هو منتحس اليوم بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الأسد حتى يوم حدعش ثمانية منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في العذراء حتى يوم ستعاش ثمانية هي سعيدة الآن بنسبة خمستعاش في المية المريخ في العذراء حتى يوم خمستعاش تسعة منتحسة بنسبة خمستعاش في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم ثمانتاش عشر منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 منتحس بنسبة 40% ورانوس في الثاورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ما زالت الأجواء تحمل معها بعض الفرص المالية وهذه الفرص تأتي عادة من عمل إضافي ممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتك ممكن تعالج استحقاخ مالي أو فوترة أو بعض الدفعات المتراكمة عليك ولكن مشكلتها لأن القمر منتحس تعمل زيادة في المصريف وصرف الأموال في ساعات الصباح طبعا مع انتقال القمر للجوزاء بصير عندكم نشاط عالي جدا ببدأ مع ساعات الصباح بتنشطوا في أمور الهالاقة بالدراسة، السفر، الاتصالات، الحوارات، النقاشات هذا يوم مناسب للخروج في نزهة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تكون عنصر إيجابي وما تسبب النفور للأشخاص اللي حاوليك حاول أنك تتفهم لآخرين حاول أنك تبقى هادئ لا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية وحاول أنك تكرر المحاولات السابقة يعني المحاولات اللي حاولت أنك تتنفذها وشفت أنه فيها بعض الأعطال اليوم تقدر تكررها خصوصا بعد انتهاء خلو المسار وبتلاقي الأمور بلشت تتحسن أهم شيء أنك ما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة طبعا أو بعمكم النشاط لأن القمر ما زال موجود عندكم ممكن اليوم تبادروا لخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي برضو بتكونوا ملفتين لنظر الجنس الآخر لإلكم أهم شيء تضبط أعصابك وما تتسرع في أحكامك في ساعات الصباح طبعا لما القمر ينتقل ويصير في الجوزاء وبيت المال لإلك بصبح هذا اليوم جميل وبيحمل مع بعض الفرص المالية اللي ممكن تكون مفاجئة بالنسبة لإلك وتدخل تحسين على ميزانيتك بتنشطوه في أمور العلاقة بالاتصالات والزيارات وممكن تهتم للترويج لخطة أو القيام بزيارة معينة أهم شيء أنك تتشجع وتنطلق اليوم ممكن تعالج بعض المسائل الإدارية والتمولية اللي بتتطلب منك توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية زي المؤسسات الحكومية أو البنوك أو الشركات اللي أنت بتتعامل معها يعني ممكن يكون لها بعض المعاملات أو تتابعها أو تراجع فيها برج الجوزة طبعاً لحد الآن ما زالت الأجواء صعبة وطبعاً تطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم يعني بمعنى آخر لغاية ساعات الصباح بتظل الأجواء مش مساعدة بالشكل المطلوب تشعر أنه ما زالت في بعض الضغوطات أو الأمور اللي مش ماشي معك مثل ما بدك من ساعات الصباح القمر بوصل لعندك فبتبدأ تتغير نفسيتك تدريجياً بتصبح ثقتك بنفسك كبيرة بعمك النشاط أكثر أهم شيء تبادروا لخطوة جديدة اتدعم من مركزكم الاجتماعي القمر بجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية لو لا أنه شوي منتحس هو ولكن أنه برضو ما ببخل على موليد الجوزاء في بعض الخير فبدعوك الجو لبذل الجهد من أجل إشاعة السلام وبلوغ التفاهم والتفاهم مع الأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم وتعتبر الفترة القادمة المقبلة لإلك هي فترة من أجمل أيام الشهر أكثرها دعماً لإلك حاول أنك تأخذ المبادرة في بعض المواضيع وحاول أنك تكون شجاع لأنه أنت رح تبدأ مرحلة الآن يعني ما تضيعها من إيدك برج السرطان بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن من ساعات الصباح بتكون ديروا بالك لأنه القمر رح يكون انتقل وأصبح موجود في بيت متاعبكم فعشان هيك أنتوا رح تدخلوا فترة أو أيام يعني لغاية يوم الأربعة الأجواء رح تكون ضاغطة وهذه الفترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاول أنك تدير بالك على حالك راقب صحتك إنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون إهمال صحتك ما تراهن على الحضوض نهائيا ممكن تعاني من بعض الركود ومراوحة المكان بتحس أن الأمور بتتعطل ما بتمشي مثل ما بدك فعشان هيك حاول أنك ما تجازف لا بصحتك ولا بعلاقاتك لأنه بالفترة هاي أفكارك بتكون مشوشة والظروف مخيبة يعني اعمل بشكل روتيني بالأشياء اللي أنت بتقوم فيها بأعمالك الروتينية ولكن ما تتخذ قرارات تركها لمعادي يوم الأربعة بتلاقي الأجواء أصبحت إيجابية أكثر برج الأسد طبعا هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن لغاية ساعات الصباح وبرضو اللي بيرغبوا في إدخال تعديل على عملهم ممتاز بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين وللأشخاص اللي أنتوا بتتعاملوا معهم وعلاقاتك الاجتماعية وخصوصا مع أشخاص أنت بتكون بحاجتهم فهاي فترة ممتازة جدا طبعا بتستمر لغاية ساعات الصباح ولكن الأهم أنه من الآن لغاية ساعات الصباح حاول أنك ما تخالف القوانين وما تعمل أشياء فيها مجازفات من ساعات الصباح بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم بعض الضغوطات ولكن إن شاء الله أن الأمور بتكون أحسن مما أنا متوقع ولكن إن شاء الله أن الأجواء بتكون جيدة حاول أنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد أي فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة أو مجموعة مثلا بتتلاقى مع طموحاتك فممكن تستثمرها بشكل إيجابي ويكون لك نوع من أنواع النصيب أو الفائدة في هذه الفترة وخصوصا من بعض الأصدقاء أو المعارف اللي ممكن يدعموك برج العذرة ما زالت الأمور يعني جيدة بالنسبة لك وخصوصا بتواصلك مع أشخاص أو اتصالاتك أو نشاطك الفكري ممكن يصلكم خبر من بعيد وتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات مع أشخاص خارج البلاد بالامتحانات وخصوصا الامتحانات الجامعية أو الدراسة أو التخصصات كلها هاي بالنسبة لإلك بتكون ممتازة بتزداد رغبتكم في البحث عن مقاسم مشترك بيجمعكم بأحباءكم بالفترة هاي لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا الأجواء بتصير مناسبة لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على عمله أو تجديد أو بعض الإضافات بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين هاي فترة مهمة على الصعيد المهني وعلى الصعيد الاجتماعي ولكن مشكلتها إنها بتحمل قلق حول أحد أفراد العائلة وممكن إنك تواجه مسئولية أو عبء مهني طبعا على حسب اختصاصك إذا كان في البيت أو إذا كنت في شركة أو في مؤسسة أهم شيء إنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام بيكون في نوع من أنواع صعبة برج الميزان ثم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية بالفترة هاي ممكن تهتموا ببعض القروض أو الأمور البنكية أو الأمور الضريبة تمويل أشياء من هذا القبيل أو أموال الزوج أو الزوجة طبعا هاي الأمور بتظل غاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ممكن يصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بترتفع عندكم المعنويات وبيكون في فرص للنجاح بشكل كبير وممكن تعودوا بالفترة هاي للإمساك بزمام الأمور أو الأمور اللي كانت صعبة بالفترة الماضية أو ضغطتكم في أثناء وجود القمر مقابلكم هاي فترة تعتبر فترة إيجابية جدا بسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأشخاص معك في الفترة هاي وفي منكو رح يكون له اهتمام بمواضيع إلها علاقة بالسفر أو بالإقامة أو في أمور إلها علاقة بالاتصالات برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن زي ما حكينا في الحلقات الماضية أنه القمر مقابلك تماما وبما أنه في فترة المقابلة طاقتك بتكون ضعيفة وبيصير سهل استفزازك أو أنك تتوتر أو حتى أنك تنزعج وبدك تهتم لصحتك من ساعات الصباح القمر رح ينتقل الآن رح يصير في البيت الثامن بيخف عنك الضغط شوي وتصير الأمور يعني بتأخذ منحنة ثاني فبتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة أو تعويض ولكن زي ما حكينا أنه ما زالت صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية والاهتمام ممكن تفكر بمستقبلك ممكن تفكر في أمور إلها علاقة بالإدخار أو بتأمين أو أشياء تضمن فيها أشياء لو تدام مثل تبدأ مثلا تفكر في راحتك أو أشياء مستقبلية يعني بتأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور أهم شيء أنك تقدم التنازلات وتتراجع عن خطوة وقرارات سببت لك نوع من أنواع الإزعاج بالفترة الماضية أو عداوات أنا بنصحك أنك تتراجع لأن الفترة هاي يعني بتكون مناسبة للمصالحات برج القوس ورغم تراكم العمل أنتم قادرون على إنجاز حصة الأسد منه أهم شيء أنكم تنظموا جدول غذاءكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة لأنه شوي الأجواء زي ما حكينا هي في البيت السادس الآن وديوا ينتقل للقمر وصير مقابلكم تماما فالصحة والعمل هم أكثر نقطين ضعف الفترة هاي في ساعات الصباح ممكن شوي هيك بصبح اليوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني كزوج أو زوجة أو شريك بالعمل بوسعكم تعزيز شراكاتكم أهم إشي أنكم تحاضروا من الإنفعالات لأنه اليوم بيصعب التفاهم معكم رغم أن الشمس في مكانها ولكن أنها بتشكل زاوية تقاوم مع زحل فهاي بتزيد من عصبيتكم فحاول قدر الإمكان أنك ما تقع في ورطة أنت بغنى عنها باكتساب أعداء أو ببداية نقاشات أو حوارات رح تكون أنت الحلقة الأضعف فيها الجو العام بيكون متوتر ممكن تظهر مشاكل طارئة حاول أنك تكون صبور وما تتذمر الفترة هاي بدك تعتبرها خالية من الحضوظ تماما يعني بمعنى آخر مطلوب تضبط أعصابك بشكل كامل وما تعتمد على الحض برج الجدي بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم طبعا الأجواء ما زالت عاطفية وإلها علاقة بالحضوظ القوية بالنسبة لإلكم فممكن تتقربوا من أحباكم تتواعدوا تتواصلوا تتصالحوا بوسعكم برضو ممارسة نشاط فني أو أمور إلها علاقة بالأبناء التقرب منهم أو مساعدتهم أو مناصرتهم رغم أنه ممكن تظهر متاعب من الأشياء اللي أنا ذكرتها إلا أنك قدرة أنك تعالجها طبعا هاي الأمور بتظل ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح رغم تراكم العمل أنتوا عندكم قدرة على إنجاز حصة الأسد منه يعني بتقدروا تنجزوا كل أعمالكم بالكامل أهم إشي أنكم تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة على أساس أنه تقدروا تنجزوا أعمالكم أهم إشي برضو أنكم ما تلتهوا بالقشور أو بالأمور الثانوية يعني بدك تحاول تركز على الأشياء المهمة من العمل من الصحة من علاقاتك مع زملائك بالعمل أو الإداريين المسؤولين عنك بدك تعتمد على جهودك وعلى طاقتك لحصد النجاحات والأرباح يعني بمعنى آخر حاول أنك تتكل على نفسك راقب وضعك الصحي بشكل جيد الفترة هاي بتحمل يعني توترات بتيجي إما على الصحة أو على الوضع المهني برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبرضو بإمكانكم تعزيز الروابط العائلية بشكل كبير الأجواء ما زالت إلها علاقة بالبيت والعائلة والأسرة والاهتمام بهاي الأمور لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من أحباكم الأجواء بتصير جيدة بالنسبة لألكم وفي حضوض قادمة على الطريق ممكن تعززوا العلاقة مع أحباكم بالفترة هاي أو تتقربوا من أحباكم وبوسعكم ممارسة نشاط فني ممكن اليوم يطمئن بالك نسبيا وتجد حليف يدعم تصوراتك أهم شيء إنك ما تستسلم بل حاول إنك تكرر المحاولات بترغب في استكشاف مناطق جديدة مثلا أو بتفكر مثلا لا السفر أو المشاركة في رحلة أو حتى بأمور إلها علاقة بالتواصل والاتصالات عندك رغبة عالي جدا بالتغيير أو بالمرح بالفترة هاي الجو العام هو رومانسي وناجح ولكن ممكن تحمل هاي الفترة بعض القلق على أحد الأحبة أو على أحد الأبناء يعني يخليك شوي تهتم في بعض المسائل إلا إنه الأجواء داعمة لإلك فحاول تستغل إيجابيتها برج الثور بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات يعني زي نشاط الأيام الماضية بتظل الأمور مسيطرة عليكم حتى على مستوى الامتحانات المدرسية أو الامتحانات أو الدراسة أو الاستيعاب أو الإقناع أو حتى اللي بيشتغلوا في مجالات التجارة المحلية أو التسويق هذولا كلهم بيستفيدوا بالفترة هاي هاي فترة مناسبة برضو للخروج في نزهة قصيرة أو تعامل مع أخ أو جار أو حتى في أمور إلها علاقة بالأجهزة الإلكترونية والسيارات فهاي برضو إلها علاقة في هاي الأمور طبعا بيضل اهتمامك في هاي المسائل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا بتتغير الأمور لأنه رح يصير في عندك اهتمام ثاني العلاقة بالبيت بالعائلة ممكن اليوم تدخلوا تعديل مطلوب على مسكنكم أو تعززوا الروابط العائلية أو يكون عندكم مناسبة معينة أهم إشي إنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك حاول إنك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج حاول إنك برضو تسع لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته وحاول إنك تقدم المساعدة لأي شخص بيحتاجها بالفترة هاي يعني بمعنى آخر مطلوب منك تكون مرن ومطلوب منك إنك ما تهمل أي عمل منزلي أو شيء عائلي وضبط الأعصاب مطلوب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر